لا خط واضح يحدد ملامح انتهاء الحرب ولا هدف معروفا لشكل السياسة التي تدير بها المملكة السعودية تدخلها في اليمن هذا ما وصل إليه المتابعون بعد ثلاث سنوات من العاصفة التي قادتها لإعادة الشرعية أو هذا ما تقوله الحقائق السياسية بعد كل هذه المدة الوضع المتقلب عسكريا وسياسيا والأهداف التي انحرفت موصلتها تدريجيا لشكل تعاطي التحالف مع الملف اليمني لم تكن وحدها التي أثارت حفظة المتابعين بل كان السماح بنقل فريق طبي روسي خاص إلى مطار صنعاء لإنقاذ حياة الرئيس المخلوع بعد تدهور صحته فجأة هو من أثار التساؤلات أكثر عن حقيقة ومغزى الحرب التي يخوضها التحالف ضده منذ أكثر من عامين نقل الفريق الطبي إلى صنعاء وإجراؤه عملية جراحية للمخلوع وصفة بالناجحة وضعت ساؤلات عديدة حول طبيعة الحضر الجوي من التحالف والذي يقاسي تبعاته فقط أولئك المواطنون المحاصرون والعالقون في مطارات العالم المختلفة فمنهم من يموت دون أن يصل للعلاج ومنهم من لا يستطيع العودة لم يعد ثم تجديد فيما يخص معرفة دلالات وأبعاد خط سياسة المتباين الذي ينتهجه التحالف بقيادة السعودية في اليمن بل أصبح السؤال الآن إلى أي مدى يمكن أن يغير هذا في شكل الموقف الدولي مستقبلا خصوصا فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن الذي فرض عقوبات على صالح وعدد من أتباعه إذن يعود التوجس المحلي من شكل تعاطي الإقليمي والدولي للملف اليمني خصوصا بعد محاولات عديدة لإنقاذ صالح من هزيمة تحيط به من كل الجهات وأمام كل هذا التقلب ما يزال أمام اليمنيين مشوار طويل لتحقيق أحلام السلام وإعادة شرعية الدولة